اهلا بكم في فيديو المقدمة عن مجال السايبر سيكيوريتي اتعرفتم على اهم المفاهيم واهم وظائف المجال ومسؤولياتهم بشكل عام في الفيديو ده احنا هناخد بشكل مفصل النيتورك سيكيوريتي انجينير بروفايل والسكيلز المطلوبة للتمييز في المجال ده مجال نتورك سيكيوريتي هدفه انه يأمن البنية التحتية للشبكة ويخلي عندنا سيكيورد نتورك انفرستركشور فيها المستخدمين والاجهزة والتطبيقات بيتواصلوا مع بعض بطريقة آمنة تماما وبيحمي الشبكة السلكية واللاسلكية من طرق الوصول الغير آمنة للأسيتس او ما يسمى بالأناتوريزد أكسس تاني حاجة الميس يوز او لسخدام الخاطئ للبيانات واللي ممكن يضر البزنس بشكل او باخر وثالت حاجة بيحمي من سرقة البيانات ودي نفس الاهداف اللي بيقوم بتنفيذها النيتورك سيكيوريتي انجينير على اختلاف الدور تخصصي بتاعه فيه شركات الفندورز او مقدمين الخدمة وكذلك دوره في شركات السيستم انتجريتورز اللي بيقدموا الحلول المدمجة من الفندورز للكاستمرز وكمان دوره في شركات المستفيدين من الخدمة او اللي بنسميهم الكاستمرز جوه شركات الفندورز النيتورك سيكيوريتي انجينير واللي ممكن يسمى عندهم بيه البروفيشنال سيرفزيز كونسلتنت بيقوم بكذا دور اولها انه ممكن يجهز الـ HLD او الـ High Level Design وده بيكون التصميم المبدئي للشبكة وكيفية استخدام الأجهزة التأمينية الخاصة بالفندور في حماية الشبكة بشكل عام وكمان بيجهز الـ Low Level Design او ما يسمى بالـ LLD واللي بيحتوي على تفاصيل اكتر عن السيكيوريتي كونفجراشن المطلوب تطبيقها على السيكيوريتي ديفايسز الخاصة بالفندور وكمان يقدر يساعد الكاستمرز في مرحلة الامبلمنتيشن عند شركات الـ System Integrators هنلاقي دور الـ Network Security Engineer انه بيوفر الاستشارة التقنية للكاستمرز عن أنسب الحلول التأمينية اللي ممكن ياخدها من اي فيندور يكون مناسب لاحتياجاته وكمان هيعمل implementation للسيكيوريتي ديفايسز اللي اشتراها بالفعل من الفيندورز اما دور الـ Network Security Engineer عند الكاستمرز فبيكون انه بيستخدم الـ Network Security Devايسز في تأمين الـ Network Infrastructure وحماية الـ Assets المهمة للمؤسسة بتاعته من خلال الـ Day-to-day Operations ولنقصد بيها انه بيعمل configuration للـ Devices ديت بشكل مستمر على حسب حاجة البزنس او انه بيتتبع المشاكل ويعرف مصدرها او ما يسمى بيه الترابل شوتينج وعلشان يقوم الـ Network Security Engineer بالمسؤوليات ديت فهو محتاج بعض المهارات المهمة اولها الـ Networking Concepts زي TCP IP Model Switching and Routing واللي بيهم هيقدر يفهم الاساسيات المبدئية لكيفية عمل الشبكات ونقل البيانات ما بين الأجهزة في الشبكة بعد كده يتنقل للمفاهيم الاساسية للـ Security Technologies نفسها زي Firewalls VPN Proxies IPS وغيرها كتير واللي بيهم هيقدر يتعرف بشكل كافي على أهمية التكنولوجيز دي في توفير الحماية اللازمة للشبكات كل المفاهيم ديت هتقدر تتعلمها من خلال كورسات كتير منها على منصة مهارة تيك واللي هي Networks Fundamentals Introduction to Network Security and Introduction to Ethical Hacking وكذلك كورسات من شركة سيسكو اللي تقدر تاخد منها مثلا CCNA اللي بيغطي الأساسيات ديته أكتر بشكل كافي بعد كده هتكون قادر تتنقل لتعلم المهارات التالتة وهي التعرف على تفاصيل الـ Vendor Technology فكل الـ Network Vendor بيكون لي الكورسز الخاصة بي اللي بتعلمك إزاي تستخدم الـ Firewall Technologies بتاعتهم في التصميم المثالي للشبكة وكذلك إزاي تقوم بالـ Day-to-day Operations لتحقيق الهدف المطلوب من التكنولوجيز دي هنا بنرشح لك كورس Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall واللي بيعلمك كيفية استخدام وتعيين نظام الدفاع لجهاز Cisco Firepower وكذلك كورس FortiGate Security اللي بيغطي لك أساسيات تنفيذ شبكة أمنة وكورس Palo Alto Certified Cyber Security Entry Level Technician من Palo Alto Networks واللي بتديلك معرفة مفصلة عن أحداث الاتجاهات في الهجمات الإلكترونية القائمة على الشبكات وكيفية منع الهجمات دي طبعاً لا يخلق من المهارات المطلوبة عند أي Network Security Engineer مهارة Development وبالأخص في لغة البايثون أو Pash Scripting لأنه Scripting Languages دي بتساعد في أنه يكتب Automated Tasks على Network Security Devices المختلفة والAutomated Tasks دي هي اللي بتخلي تأمين الشبكة أفضل وبيتحسن ضد الهجمات المستقبلية هتلاقي كورس Introduction to Linux Bash Programming في موقع Red Hat وكذلك كورس مقدمة عن لغة البايثون في منصة مهارتك وأخيراً مهارة System Administration وده لأن Network Security Engineer هيقوم بعمل Integration أو دمج ما بين Security Devices وأنظمة التشغيل وأكتر أنظمة التشغيل استخداماً في المجال هي Windows والLinux علشان كده بنرشح لك كورسات MS Windows Administration وRed Hat Administration بالنسبة للتدرج الوظيفي للNetwork Security Engineer فبيبدأ كجونيور وبيكون مسمى الوظيفي Network Security Engineer واللي بيكون مسؤولياته إنه بيساعد في Implementation للتشينجز أو التغيرات المختلفة اللي ممكن نحتاجها في Network Design وكمان بيساعد في لأي مشكلة ممكن تحصل في الشبكة بعد حوالي من سنتين لتلاتة وعلى حسب شطرته بيتنقل إنه يكون Senior مسؤول عن فريق من وبيقوم بنفس اللي بيقوم بيها ولكن بيعتبر كمان المرجعية في أي أسئلة أو مشاكل ممكن تواجههم بعدها بسنتين أو تلاتة كمان وبرضو على حسب مهاراته التقنية ومهارات التواصل عنده بيتنقل إنه يكون ولي بيكون عادة ليه أكتر من دور الأول إنه بيكون حلقة الواصل ما بين التيم بتاعه والنتورك سيكوريتي منجر في أي والدوري التاني إنه بيجهز اللي هيقوم بيها وبرضو هيعتبر أعلى ممكن كله يرجعله في أي سؤال أو طلب تقدر تبدأ تتعلم المهارات اللي تخليك من خلال مصار التعلم واللي بيقدمه معها تكنولوجيا المعلومات من خلال منصة مهاراتك بالشاركة مع أهم الفيندورز في المجال ده زي سيسكو بالو ألتو نتوركس وي فورتي نت وفي المصارد ده هتستفيد بمجموعة من أفضل الريسورسز التعليمية واللابس اللي هتفيدك تعرف بشكل عملي إزاي تعمل نتورك سيكورتي ديزاين بشكل مصبوط سيكورتي ديفايس كونفيجريشن بشكل صحيح ويترابل شوتينج للمشاكل اللي بتحصل وإزاي تحله اشتركوا في القناة